موسيقى أهلا بكم أعلنت جامعة البحرين قراراتها بشأن تقييم الطلبة في برامج الدبلوم والبكالوريوس للفصل الدراسي الحالي إذ أوضحت بأنه سيتم توفير مسارين لاحتساب النتيجة النهائية للمقرر وللطالب حرية اختيار المسار الذي يفضله من خلال الدخول لنظام معلومات الطالب قبل تاريخ الخامس عشر من مايو الفين وعشرين موسيقى وللحديث أكثر حول هذا الموضوع المهم يسرنا أن يكون معنا رئيس جامعة البحرين الأستاذ دكتور رياض حمزة للحديث عن هذين المسارين الذين يحق للطالب اختيارهم في مسألة تقييمه النهائي لهذا الفصل موسيقى أهلا بكم من جريد مشاهدينا وباسمكم ورحب ضيفي العزيز رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة الساك الله بالخير دكتور اسمساء النور واسعد الله وقاتكم بكل خير ومحبة سعداء بوجودك معنا شكرا رغم هذا الظرف لكن وجودك دائما يسعدنا وأعتقد اليوم كثير من أبنائنا الطلبة يمتظرون هذه الحلقة دكتور إن شاء الله دكتور في الأسبوع الأخير من فبراير تم تعليق الدراسة في جامعة البحرين وأيضا في مدارسنا المختلفة واستكملت الجامعة العملية التعليمية عن بعد عن طريق التعليم الإلكتروني الأونلاين نعم لو نتحدث الآن عن أدوات التقييم في الدراسة التقليدية هل تختلف الامتحانات المعتادة عن التقييم المتبع في التعلم عن بعد دكتور اللي نحن في جامعة البحرين لأول مرة باعتقالي أولا بداية حابب أقول نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نجنب مملكتنا الغالية كل مكروه وأن نتجاوز جميعا هذه الظروب بتوجيهات قيادتنا الحكيمة حفظ الله جامعة البحرين مثل ما تفضلت بدأت بتنفيذ التعليم الإلكتروني على نطاق واسع بل على جميع المقررات الآن فيما يزيد عن 4200 شعبة دراسية تدرس بالتعليم الإلكتروني تجربة ناجحة تماما عدت لها جامعة منذ فترة حقيقة منذ سنوات إنما ما كانت بهذه الدائرة الكبيرة ولكن اليوم بكل فخر أقول أن تجربة جامعة البحرين بالتعليم الإلكتروني تجربة رائدة ناجحة وأنا أشكر جميع الطاقم الأكاديمي والإداري وطلابنا حقيقة على الولوج في هذه التجربة بكل نجاح وانتظام التقييم بالنسبة للتعليم الإلكتروني حتما يختلف عن التقييم بالنسبة للدراسة التقليدية الدراسة التقليدية هناك امتحانات تقريبا ثابتة المواعيد تحريرية قد تكون معظمها التعليم الإلكتروني طبيعته أن يكون هناك مرونة وحرك في طريقة تقييم الطالب من ناحية البرامج التي يأخذها الطالب الامتحانات الهمورس يقدمها المشاركة قد يقدم عروض حتى قد ممكن حتى يقدم عروض يسجلها ويبعثها للأستاذ حتى بحوث كل هذه الأمور مع بعض تبدأ منذ اليوم الأول في التقييم إلى نهاية الفصل الدراسي ولهذا السبب قضية التعليم الإلكتروني لا بد أن يكون هناك تقييم يختلف عن الامتحانات التقليدية إذن التقييم سيختلف دكتور وجامعة البحرين أعلنت آرية التقييم أنها ستكون على مسارين مسار احتساب الناجح والراسب ومسار الثاني غير مكتمل يختار الطالب إذا كان أراد أن يخضع للامتحان صحيح نريد التفاصيل منك دكتور قرأناها لكن نريد نسمحها منك بشكل مفصل نعم الفكرة أن الطالب حتى هذه الأساليب هي بعد النظر في التقييمات على مستوى عالمي وإقليمي يعني نحن درسنا ورصدنا جميع الدراسات حقيقة العالمية في هذا الموضوع التقييم كالتالي الطالب في الفصل الدراسي عندما يتعلم عن بعد يتم تقييمه عبر أشياء كثيرة مثل ما قلنا العروض المشاريع التقارير الامتحانات القصيرة البطئة يقيم من أول الفصل إلى نهاية الفصل عن نهاية الفصل إذا استطاع الطالب أن يحصل على الأقل 60% من مجمل هذه التقييمات فهو طالب ناجح ما يعادل D ما يعادل D فهو طالب ناجح إذا كان أقل فهو راسب فإذا الطالب يكون ناجح أو راسب ولكن بعض الطلاب يقول لك أنا درست فصل كامل لكني أنا محتاج إلى التقدير إلى A والB والC حشان قد أرفع درجتي فهنا نضع نعطي الطالب الاختيار أما يختار التقييم بناجح وراسب خيار الأول أو يقول لنا أنه والله مع نهاية الفصل أني أنا أحتاج إلى امتحان وأقيم فيه ويكون فيه تقدير فنقول للطالب هني هنعطيك درجة غير مكتمل إنكمبليت مع بداية الفصل في سبتمبر فصل القادم بإذن الله سيكون فيه أسبوع للامتحانات منها أي الطالب يقدم امتحان فيه المقرر اللي يختار أن ياخذ فيه إنكمبليت ويمتحن ونعطيه الدرجة وترصد له درجة فهذا يعني بشكل عام الخيارين اللي تقدمت يعني الآن الخيار متروك للطالب من الحين إلى 15 مايو دكتور عند الوقت الكامل إنه يختار أنا بأخذ ناجح أو راسب أو أختار الغير مكتمل لأني أنا بأسوى امتحان يدخل في معدل التراكمي نعم لكن في الحالتين رح يدخل التقييم في المعدل التراكمي دكتور لكن بطريقة مختلفة هل لك أن تشرح لنا لو سمح نعم إذا كان اختار ناجح أو راسب وعلى فكرة في كثير من المقررات الجامعية في مختلف الجامعات هذه المقررات لها هذا التقدير راسب أو ناجح نحن بس نتكامل عن فصل كامل عن فصل كامل في كل مقرر الطالب له أن يختار المقرر اللي يبي ياخذ فيه راسب أو ناجح أو ياخذ فيه امتحان حتى هذه أعطينا الحرية متروك يعني مو بالفصل كامل مش الفصل كامل لو أنا عندي أربع مقررات أقول أبي اثنين شذي وواحد شذي ثلاثة شذي نعم نعم طيب الطالب إذا كان راسب أو ناجح هذا الخيار لن يدخل في معدلها التراكمي حتى لو ياب راسب ما رح يدخل في المعدل التراكمي يعني الطالب الفصل بدأ بمعدل سابق حينتهي بنفس المعدل مثلا لو كان يعيب ثري بتم ثري بتم ثري نعم ولهذا السبب يعني لن يحصل الطالب على انذارات أكاديمية مهما كانت نتيجته في هذا الفصل الاستثنائي الاستثنائي نعم ولن يعني إذا كنا إحنا معطينا فرصة فصل واحد يعد المقررة لن نستخدم هذا الفصل لتحديد أو خروجه من الانذار الأكاديمي فلن يتضرر الطالب إذا اختار الطالب أنه يمتحن هنا يدخل المقرر نتيجته في المعدل التراكمي للطالب بناء على رغبة الطالب وما تتلع النتيجة الآن تتلع بعد أن يعني إجراء الامتحان في سبتمبر تماما وبعدين النتيجة راح توضع في المعدل التراكمي ما لأي أن كان في الفصل الثالث الرابع الأخير صحيح نعم بل إحنا أعطينا الطالب أيضا حرية الانسحاب من المقرر لنفترض الآن أن الطالب دخل خاص تجربة التعليم الإلكتروني في مقرر ما قد يكون لأسلوب التعليم أو لأشياء أخرى يعني ظروف شخصية مثل في حالة في أي فصل دراسي وأراد أن ينسحب من المقرر أيضا ما زلنا نعطيه فرصة الانسحاب من هذا المقرر إلى أي تاريخ بعد خمسة عشر مددنا إلى تاريخ خمسة عشر ميل بدل ما يكون عادة في إبريل أيضا نعطيه إلى ميل أن ينسحب دون التأثير على معدل التراكم يعني الآن دكتور ذكرت الشيغلة وايد مهمة الله يسلمك وهي بما يتعلق أنه ما رح يعطى انذار للطالب مثل الذي كان عندهم انذارات سابقة أو الذي كان مهدد بالفصل مثلا وفي حالات بهذا الطريب صحيح هذه ما رح تتأثر أيا كان الوضح في هذا الفصل لن تتأثر أيا كان الوضح في هذا الفصل إلا إذا اختار أنه يدخل درجات وكذا إذا أجل إلى سبتمبر إذا أجل إلى سبتمبر دكتور يعني عشان نختم الكلام في هذا التقييم تحديدا نعم أنتوا رح تواصلون هذا الموضوع مع الطلبة إلى تاريخ 15 مايو القادم ويختار الطالب اليبي زين لو الطالب عنده مزيد من الاستفسار نعم والله يريد يعرف أكثر التفاصيل هل في مجال أن يتصل مع المشرف الأدفايزر ماهل يتكد لأنه أعتقد أن الصورة واضحة طلب كلهم فهمين لكن لو الواحد يريد يعني يراجع خياراته ماهل يفعلك؟ في الجامعة الله يسلمك نحن في الفترة مع الأدفايزر مع الأدفايزر هذه طريقة مع الكلية ولكن أيضا بدأنا عندنا كول سنتر وجمعنا جميع الأسئلة التي قد تراود الطالب وبعضها جمعناها من السوشال ميديا يعني لما نشوف الطالب يسأل كذا جمعنا كل هذه الأسئلة ووضعنا إجاباتها وموجودة لما يتصل الطالب سيشوف الجواب عنده موجود وإذا ما موجود سيرجع للكلية ونأتي له بالجواب أو الاستفسار الذي يخدم حالته بالذات نعم أنتو دكتور هدفته إلى استمرار العملية التعليمية نعم إلى مصلحة الطالب ولكن أيضا وضعته شيء مهم وهو استفاء معايير الجودة كما أعلنته في الخبر الرسمي الذي صدر منكم صحيح كيف سيتم التأكد من معايير الجودة واستفاءها من خلال العملية نعم نحن قمنا بذلك حقيقة قبل حتى نصدر هذه القرارات جامعة البحرين تفتخر بمعايير الجودة والاحتمادية لدى الجامعة وعندنا مركز متخصص للاحتمادية والجودة وجامعة البحرين عبر السنوات اكتسبت كثير من تخصصاتها احتمادية دولية فلحنا لا نستطيع حتى نفرط في هذه الاحتماديات وشهادات الجودة لأن قضينا سنوات إلى أن حصلنا عليها فهذه الأمور موجودة لن تضر قضايا الجودة ونحن على فكرة راح يكون عندنا في كشف الدرجات هنضيف على كشف الدرجات لكل طالب ما يفسر ويبرر لماذا أعطيه ناجح أو راسب هذا الفصل استثنائية هذا الفصل راح تكون في كشف الدرجات موجودة وهذا الآن مطبخ في كثير من الجامعات للظروف اللي هنا فيها يعني اللي بيختار المسار الأول نعم إن الراسبة وناجح راح يبين ليش ما فيه تغيير في الدرجة في الدرجة نعم معدل التراكم نعم هذين المسارين دكتور اللي تفضلت فيهم نعم يشملون أيضا لكل الطلبة لكن هل يشملون طلبة التمهيدي نعم وأيضا طلبة الدراسات العليا نعم بالنسبة لطلبة التمهيدي وجامعة البحرين عندها أعداد كبيرة من الطلاب التمهيدي يعني نحن نبدأ دائما العام الدراسي في حدود ثلاث ثلاث طالب نعم طلاب التمهيدي أصلا ماشي على هذا الخيار اختيار أن المقرر يكون ناجح أو يكون راسب الطالب فيه فهذا موه جديد على السنة التمهيدية وهناك تعليم إلكتروني إذن هذا الموضوع سيكون مطبق مثل ما هو بالنسبة للتنة التمهيدي وكذلك بالنسبة للدراسات العليا طالب الماجستير وطالب الدكتوراه أصلا تقييمه عبر هذه الأمور فهنا أيضا ارتأت الجامعة الإبقاء على نفس النظام على نفس الطريقة بالنسبة لطلاب الماجستير وطلاب الدكتوراه نعم مثل ما تفضل دكتور أنتوا تابعتوا الأسئلة الأكثر تكرارا حتى في وسائل التواصل في حسابكم الرسمي في جامعة البحرين وأنا الحقيقة دخلت عليه عشان أتشوف بعد الخبر شلون كان ردود الفعل لقينا في طلبة يسألون أيضا أن هل في إجازة منتصف؟ يعني هم متعودين سنوياً يكون في إجازة منتصف أنا الحقيقة لما قلت هذا السؤال قلت ليش يدورون إجازة منتصف؟ شنو أهمية إجازة منتصف إذا هو أساساً ما يدوم لكن أعتقد أن لها أهمية للطلبة يمكن المسألة كلها كانت سريعة ربما مربكة ربما يحتاجين شيء من أخذ النفس وإعادة النظر ماذا أنتم شنو تنظرون لهذا الموضوع؟ هل في إجازة منتصف كتور؟ صحيح هذه النقطة مهمة جداً طبعاً التقويم الأكاديمي صدر من بداية العام وهناك أسبوع القادم إجازة منتصف الفصل لما تفاكرنا في هذا الموضوع شفنا أنه مهم أنه نعطي الإجازة تبقى للطالب حتى يستطيع أن يرجع ويشوف الأشياء التي فاتتها والأشياء التي لا استطاع استيعابها في هذه الفترة القصيرة الضاغطة وفي نفس الوقت حثينا الأساتذة أن يكونون موجودين في فترات المحاضرات وشجعنا الطلاب أن يتواصلون إذا عندهم استفسارات وعندهم أشياء مبعارفينهم أنه عادي لو اتصل وتواصل مع الأساتذة فهي مثل ما نقول فترة تستعيد فيها النفوس شوية الأنفاس بالنسبة للعملية التعليمية التي صارت نعم إجازة منتصف نذكرها أيام الدراسة كانت مهمة أنك تأخذ نفس بين الفصلين أو داخل الفصل ما بين المرحلة لكن يمكن لها أهمية مختلفة هذه المرة أن نقف ونراجع ونتواصل وأيضا تفضلت أن حتى لو كان الطالب في إجازة المنتصف راح تبتري الأسبوع القادم ممكن يتواصل مع مدرسة مع الدكتور أو مدرسة نعم ونشجعنا الأساتذة أنهما يكونون متواجدين وأنهما يعني يجاوبون على أسئلات الطلاب وغير ذلك نعم دكتور اتفضلت حضرتك بأن أنتوا في الجامعة من زمان تقومون بتدريس عن بعد أعتقد ذكرت 4200 شعبة في بداية كلامك نعم 4200 شعبة التدريس عن بعد في جامعة البحرين كان موجود من زمان لكن بهذا الكم أن يكون كل الجامعة هذا شيء مختلف شو تقيمون هذه التجربة دكتور والله أنا حقول لحكتوا تقيمونها أساسا نحن عندنا طبعا مركز للتعلم عن بعد صحيح في جامعة البحرين والآن هذا المركز يقوم بإعداد تقارير حتى شبه يومية عن الأساتذة انضباطهم الحضور الطلاب انضباط الطلاب هل هناك مشاكل تقنية موجودة أو لا كيف نسهل نسرح سرعة طبعا المنصات الإلكترونية وغير ذلك فالعملية حقيقة إحنا يعني ما في شك معنا كان عندنا لكن تخوفنا في البداية لأنها على كل الجامعة على حجم جامعة ولكن يعني طمئنا الجميع أن التجربة ناجحة مئة في المئة ولله الحمد ولله الحمد حقيقة يعني الطلاب منتظمين دكتور ما لقيت منهم أي استياء مو استياء ولكن استفسار عدم تفهم بعض الملاحظات لربما استياء أيضا وبالنسبة لأمور التقنية هل ما كان في أي مشاكل الأمور التقنية يعني كانت محلولة منذ الأيام الأولى حقيقة مشاكل عادية حتى يعني لا تخطر على البال يعني أشياء بسيطة يعني إنما تجربة ناجحة بكل المعايير وأنا أعتقد راح يسجل للجامعة هذا الإنجاز في هذا الوقت القصير وكان هناك الدعم الكبير حقيقة من الحكومة من الدولة يعني كان دائما نسأل تحتاجون إيش يعني ماذا ممكن عمله حقيقة فهناك كانت متابعة من سمو الشيخ محمد بن مبارك رئيس المجلس الأعلى للتطوير التعليم والتدريب وطبعا هناك اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي ولي العهد حفظه الله يعني كان فيه اهتمام كبير لما نقوم به في الجامعة في هذا الموضوع أول الله الحمد ويمكن ما يميز طلبة الجامعة سواء يعني الدراسات العليا أو الطلبة العاديين من التمهيلي هم طلبة من السن من حيث النضوج والفكر والعقل قادرين على التعاطي بسهولة يمكن بعكس ما يلاقي بعض الأهالي وأوليها الأمور من الصعوبة ربما تعليم عن بعد في المراحل الأساسية يمكن الابتداء والعدادي في بعض الصعوبات يعني لنسمحها ونتابحها من خلال قراءتنا ومتابعتنا في السوشيال ميديا يعني لكي نختم الكلام دكتور الآن نؤكد على المسارين إذن إلى 15 مايو مايو نعم بيكون الخيار لدى الطلبة واللي ياب يتأكد ياب يستفسر ياب يراجح حساباته يتصل أو مع الأدفايزر أو مع الكول سنتر وما إلى ذلك هذا صحيح هذا صحيح قبل ما أختم معك دكتور يعني كيف وجدت كل التعاطي والوعي المجتمعي الموجود في مملكة البحرين من المجتمع نفسه وأيضا من إدارة الدولة يعني بتوجيهات جهة الملك وبالمتابعة الحثيثة والشخصية من سموي العهد الله حافظه نعم يعني أنا حقيقة كمواطن بحريني أفتخر بقيادة هذا الوطن وكل ما قدموا في هذه الظروف يعني من خدمات توجيهات حتى يعني مقارنة بأكبر الدول ومتقدما يعني البحرين يعني سجلت تجربة فريدة من نوعها في الإجراءات في الاحترازات اللي أخذتها ونعتقد يعني كلنا كبحرينيين فخورين بقيادة هذا البلد حفظها الله ورعاها هذه القيادة يعني فعلا أثبتت أن فريق البحرين فريق قوي اللجنة يعني التنسيقية بقيادة سيدي سمو ولي العهد حفظه الله ورعاها قيادة يعني لابد أن نقف بكل إجلال واحترام وتقدير للدور الكبير الذي قام به حقيقة في قيادة هذا الوضع وبحيث أن أنا أعتقد أنه سيكون درس يدرس في المستقبل لمثل هذه الأزمات نموذج يحتذى به حقيقة والشكر والتقدير موصول لجميع القطاعات في فريق البحرين الطبية والصحية الأمن الإعلام الاقتصاد الصناعة الزراعة التجارة الجميع كان هناك يقوم بواجباته ومسؤولياته وعي كبير عند الشعب حقيقة جعلنا فعلا دائما كما كنا نفتخر أننا بحرينيين هذا الكلام الذي تفضلت فيه هو خير الختام لحلقتنا لهذا اليوم لا يسعني أن أقدم لك كل الشكر والتقدير على ما تفضلت فيه سعادة الدكتور الأستاذ رياض حمزة قائد جامعة البحرين شكرا لزيقنا شكرا جزيلا على الصدق كما أشكركم مشاهدين على حسن المتابع نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة في أمو شكرا لزيقنا شكرا لزيقنا